بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت يا مولاي جارك في الثراء متوسدا جنب اليمين كما ترى مستسلما للأمر مالي حيلة مقطع الأسباب منحل العراء أزعجت من بين الأحبة مقلقان مسترهنا بجرائمي مستأسرا نادى منادي الموت لي فأجبته بالرغم منقادا بليلا أحقرا وأذاقني جرعا أذوب لطعمها فشربت كأس الموت مرا مسكرا وسكنت من بعد التوسع منزلا قاقت جوانبه وحيشا مغفرا طيفا لربي طالبا لكرامتين وعلى الكريم لضيفه أسنى القراء وإضافتي يا خالقي وكرامتي أن تسمح الذنب العظيم وتغفرا وتجود بالجود العميم تفضلا فالعفو منك لعبد سوء قصرا فالعفو منك لعبد سوء قصرا إن الكريم إذا تخفر عبده من ذنبه خوف العقوبة خفرا ولو أن جاهي كان عندك قاصرا فالفضل والإحسان لما يقصرا قد قلت في الذكر الحكيم مقالتان جذل الفؤاد لذكرها واستبشرا لا تقنطوا من رحمتي واستغفروا فقصدت وجهك راجيا مستغفرا وعلمت حقا أن وعدك صادقون ما كان ذلك من حديث يفترا وأنا المقصر والمقر بذنبه وأنا الذي في المنكرات تهورا وأنا الضعيف فلنتصار بقوة عندي ولا عذر لدي فأعذرا كلا ولا عمل فيؤنس روعتي فبقيت عيا خائفا متحيرا لا أرتجي إلا إلها راحما ضر الرؤوفا قاهرا متكبرا لم يلزم الخلق الوجوب لحاجة كلا ولا ترك القبيحة ضررا بل كان تدبيرا لأمر قدرا جل الحكيم مقدرا ومدبرا فبحق من رفع السماوات العلا فاستمسكت طوعا بلا عمد يرى ودحى من الأرضين سبعا مثلها أرسى عليها الشم شامخة الذرى وبحق أحمد والوصي وفاطمين وبحق سبطيها شبيرا وشبرا لا توسعن علي ضيق مضيعي وتجير ضعفي من نكير ومنكرا ولتؤمنن مخافة يا سيدين يوم النشور إذا وردت المحشراء يوم يشيب الطفل من أهواله ويشاهد الفزع العظيم الأكبراء وأضلني تحت اللواء لعلني ألقى النبي محمدا خير الوراء أروي ضمئي بشربة من حوضه فهو الذي يسقي هناك الكوثراء ومن الجحيم وحرها وعذابها فرحا ضعيفا مذنبا متخفرا يرجو النجاة له بحسن رجائه ويؤمل الخير الجزيل الأوفراء والخير إن أعتقته ورحمته والصيد كل الصيد في جوف الفراء ثم الصلاة على النبي وآله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة